تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 506 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 126 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 110 أطنان كما ضبط قرابة 16 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار وذلك بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 720 قضية من بينها 102 قضية خبز ناقص الوزن و93 قضية خبز غير مطابق للمواصفات